الحمد لله رب العالمين و صلى الله وسلم و بارك و أنعم على نبينا محمد صلى الله عليه و على آله و أصحابه أفضل صلاة و أتم تسليم أما بعد حياكم الله أخواني الطلاب و الطالبات في مادة توحيد واحد أهلاً وسهلاً بكم اليوم معنا بإذن الله درس كما ترون على الشاشة الشرك و أقسامه تذكرون عندما ذكرنا و دخلنا في هذه الوحدة عقائد و أقوال و أفعال تنافي التوحيد بينا لكم أننا لما أخذنا الأمور المكملة لبناء التوحيد من توحيد الألوهية و توحيد الربوبية و توحيد الأسماء و الصفات فأخذنا هذه العقيدة فبنى الإنسان عقيدته من خلال هذه الأمور المهمة و لكننا قلنا لكم أن الهدم أسهل من البناء فقلنا لكم أنه ينبغي علينا أن نتعلم الأشياء التي نحذر منها عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه و من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه فهذه الوحدة تكلمنا و ذكرنا لكم في الدرس الماضي الكفر و أقسامه ثم اليوم بإذن الله سنأخذ الشرك و في الدروس القادمة سنأخذ النفاق و كذلك سنأخذ من نواقذ التوحيد و منقصاته كذلك في هذه الوحدة المهمة ما هي أهداف درسنا لهذا اليوم؟ الهدف الأول أن يتعرف الطالب على أقسام الشرك و الهدف الثاني أن يعرف الطالب كل قسم من أقسام الشرك و الهدف الثالث أن يستشعر الطالب خطورة الشرك أن يستشعر الطالب خطورة الشرك فهذه هي الأهداف الثلاثة الذي نريد أن نخرج من درسنا وننتفع من هذا الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ على بركة الله في هذا المدخل المهم وهو ما نأخذه في درسنا الماضي ما تعريف الكفر الأكبر ما تعريف الكفر الأكبر وأيضا أخذنا في الدرس الماضي لماذا نتعلم ما ينافي التوحيد كما أخبرناكم قبل قليل وقلنا لكم أن الكفر الأكبر هو عدم الإيمان سواء كان تكذيبا أو شكا أو ظنا أو إباء واستكبار أو نفاق أو إعراض وتعلمون أن هذا التعريف داخل فيه أيضا أنواع الشرك الأكبر أنواع الشرك الأكبر التي أخذناه في درسنا الماضي وأما فائدة التعلم ما ينافي التوحيد كما أخبرناكم أن الهدم أسهل من البناء فنعرف هذه الأمور لكي نحافظ على البناء العظيم على العقيدة الإسلامية التي وفقنا الله سبحانه وتعالى لها الشرك وأقسامه الشرك نوعان كما تعلمون الشرك نوعان النوع الأول هو نعم الشرك الأكبر النوع الأول هو الشرك الأكبر طيب النوع الثاني نعم هو الشرك الأصغر وانتبهوا إلى هذه الكلمة الشرك الأصغر ليس معناه أنه صغير إنما قال أصغر على وزن أفعل فهو معظم أيضا لكنه أصغر أي بمقابل الأكبر الشرك الأكبر عظيم جدا والشرك الأصغر كذلك عظيم ومخيف وخطير لكنه مقارنة مع الأكبر فهو أقل درجة منه كما سنعلم بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى فالشرك الأكبر ما هو الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر أخواني وأخواتي هو أن يجعل العبد لله شريكا في ربوبيته وأسمائه وصفاته وألوهيته فيجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك شريك في إيش؟ في أنواع التوحيد الثلاثة ولذلك نفهم بعد قليل سيتبين هذا الأمر أن هذا الشرك يقع في توحيد الروهية ويقع في توحيد الربوية ويقع في توحيد الأسماء والصفات فالتعرف هو أن يجعل العبد لله سبحانه وتعالى شريكا مع الله سبحانه شريكا في إيش؟ في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي أسمائه وصفاته أما الشرك الأصغر فسيأتينا بإذن الله بعد قليل نفصل الآن ما يتعلق بالشرك الأكبر ما يتعلق بالشرك الأكبر تأملوا معي فالشرك الأكبر في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات في أمثلة معينة مثال ذلك أن يعتقد تأملوا معي أن يعتقد أن النفع والضر أو الخلق والرزق بغير الله سبحانه وتعالى وأن يكون مع الله من يخلق ومن يرزق سبحانه وتعالى فأن تجعل مع الله إلهاً ورباً وخالق سبحانه وتعالى نسأل الله السلام والعافية فتشرك في ربوبيته أيضاً أن يصف مخلوقاً بصفات الله سبحانه وتعالى المختص به سبحانه كعلم الغيبي أو التصرف في الكون وتدبيره وهذا المثال الثاني هو شرك في الأسماء والصفات شرك في الأسماء والصفات أما المثال الأول فهو شرك في الربوبية فهو شرك في الربوبية وأما التوحيد فأن تعتقد أن لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محي إلا الله وأما في الأسماء والصفات فأن تخصص هذه الصفات لله جل وعلا سبحانه وتعالى وتجعل هذه الصفات خاصة ولا تشرك بها كما في هذا المثال أن يصف مخلوقاً بصفات الله تعالى المختص به سبحانه كعلم الغيب أو التصرف في الكون وتدبيره يقول الله جل وعلا في هذا الأمر قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وهذا إثبات على هذا التوحيد العظيم لا يعلم من في كما قال الله سبحانه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله جل جلاله لذلك نعلم أن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات متضمن بعضهم مع بعض متضمن بعضهم مع بعض فكلاهما معرفة وإثبات لهذا هذا التوحيد العظيم ونحذر من هذا الشرك وهو شرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات من الأدلة على هذا الأمر في شركي الربوبية والأسماء والصفات هذا الحديث العظيم وهي وصيه من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وكان غلام صغير يقول ابن عباس كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات ما هذه الكلمات؟ قال احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله ثم جاء الشاهد الآن تأملوا الشاهد ثم قال بعد ذلك ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن التوحيد في الربوبية وفي الأسماء والصفات أمر واجب والحذر من الشرك في هذا فأنت تعرف أنه لا ينفعك ولا يضرك ولو اجتمعت الأمة على أن تنفعك لا يمكن تنفعك إذا ما كتب الله لك النفع ولو اجتمعت الأمة على أن تضرك لا يمكن أن تضرك إذا ما كتب الله لك هذا الضرر وأراده الله سبحانه وتعالى أما الشرك الأكبر في الألوهية أما الشرك الأكبر في الألوهية فما معناه؟ عرفنا الآن الشرك الأكبر في الأسماء والصفات وفي الربوبية ننتقل الآن للشرك في الألوهية وهو الكثير الذي وقع في الناس نسأل الله السلامة والعافية الشرك الأكبر في الربوبية أن يصرف الشخص عباده من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات مثال الصلاة يصلي لله ويصلي لغير الله نسأل الله السلامة والعافية الذبح يذبح هذا الذبح ويجعله لله سبحانه وتعالى وأيضا يشرك مع الله الصنم نسأل الله العافية أو القبر الفلاني صرف هذه العبادة وهي النذر لغير الله جل وعلا كذلك من العبادات التوكل عبادات القلبية التوكل كذلك النذر وغيرها من العبادات لا تكون إلا لله جل وعلا فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر وشركه أصغر أم أكبر نعم شرك أكبر وهذا الشرك في الألوهية أم في الأسماء والصفات في الألوهية لماذا في الألوهية لأننا قلنا في درس التوحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال العباد إفراد الله بأفعال العباد فلو صرفت شيئا وجعلت شيئا من هذه العبادة لغير الله سمي شركا في الألوهية سمي شركا في الألوهية يقول الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار انتهينا من الشرك الأكبر وعرفنا ما هو الشرك الأكبر وبينا أن الشرك الأكبر يقع فيه ماذا؟ نعم يا سلام يقع فيه توحيد الربوبية ويقع فيه أيضا في الألوهية ويقع فيه الأسماء والصفات وبينا مثال لكل واحد من هذه الأمور الثلاثة ننتقل الآن إخواني وأخواتي إلى النوع الثاني من الشرك وهو الشرك الأصغر الشرك الأصغر طيب ما هو الشرك الأصغر كما ترون أمامكم؟ هو كل ما نهى عنه الشرع وسماه شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر ذكروا هذا الضابط لكثرته وانتشاره في الناس فسمي في الشرع في القرآن والسنة شرك لكن لم يصل إلى حد الشرك الأكبر لم يصل إلى حد الشرك الأكبر مثال ذلك الرياء الرياء شرك وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرك وهو شرك خفي هذا الرياء هل نستطيع أن نقول أنه شرك أكبر؟ لا نقول هو شرك أصغر شرك أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شرك ولا يصل هذا الشرك إلى درجة الأكبر تأملوا معي؟ هو الرياء هو أن يؤدي العبادة من أجل مدح الناس وثنائهم نسأل الله السلام والعافية فيأتي فيصلي الصلاة فقط لكي يمدحها الناس ويفعل الطاعة والخير من العبادات الباطنة والظاهرة فيفعل هذه العبادات لكي يراها الناس ويمدحوه على هذه العبادات نسأل الله السلام والعافية فهذا هو الرياء الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر تأملوا يا أخواني ويا أخواتي أخوف ما يخاف النبي سسلم منه هذا الشرك الشرك الأصغر ما هو؟ الرياء قال عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء تأملوا معي هذا النشاط هذا النشاط نذكر لكم بعض الأمور المهمة فيه وأرجو منكم أن تتعاونوا وتجتهدوا في حله وهي مسألة مهمة تقع لكثير من الناس يعاني بعض المصلين من وسوسة في صلاته خوفا من الرياء فيعمد إلى الإخلال بالصلاة فكيف نجمع بين إقامة الصلاة على الوجه المطلوب وتجنب الرياء يريد أن عنده وسوسة فيقول بعض الناس يقول في مثلا في المدرسة في المصلة ما كان يصلي السنة فيقول أخشى أن أصلي السنة لكي ما أريد أصليها لكي لا يقولون الناس عني أني مرائي هذا وقع في خطأ كبير وقع في خطأ كبير فالعمل لأجل الناس رياء وكذلك ترك العمل لأجل الناس رياء طيب ما الحل؟ الحل أن أعمل وأن أعرف أعرف أن هؤلاء الخلق لا يستطيعون أن ينفعوني أو يضروني فأعمل هذا العمل لله جل وعلا وأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وأجاهد نفسي مجاهدة ولا أفتح باب للوسوسة فإذا فتح باب الوسوسة ما تركك الشيطان في هذا الباب واستمر عليك إلى أن يوصلك نس الله العافية إلى الكفر بسبب هذه الوسوسة فالصحيح أن يقطع باب الوسوسة ويقول لا ما فعلتها إلا لله ويجتهد الإنسان في الإخلاص في هذه العبادة العظيمة القسم الثالث أو الهدف الثالث من أهداف درسنا قلنا أن نريد أن نستشعر خطورة الشرك وهذه مسألة مهمة يا أخواني وأخواتي معرفة خطورة الشرك تجنبنا منه وتبعدنا عنه وتجعل النفوس تخافه وتهابه وكلما كمل توحيدنا يا أخواني وأخواتي كلما خفنا من الشرك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله أخبر نبيه أن إبراهيم هو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام في التوحيد فزكاه الله بهذه التزكية العظيمة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي موحد توحيدا كامل ولم يكن من المشركين ومع ذلك كان إبراهيم يخاف على نفسه من هذا الأمر كان يدعو إبراهيم ويقول رب اجنبني أنا أنا اجنبني أنا وهو إبراهيم الذي زكاه الله بأنه كامل التوحيد رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهذا من كمال توحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام طيب ما هي الأشياء التي تجعلنا نخاف من الشرك؟ هناك أمور كثيرة أذكر بعض هذه الأمور التي تعيننا وتجعلنا نخاف من الشرك تأملوا معي أولا الشرك أعظم الذنوب عند الله تعالى وأشنعها على الإطلاق فأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك يكفي من هذا الأمر أنك تخاف منه وتحذر وتبتعد عنه أنه أشنع أمر عند الله هو الشرك نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة والعافية كما جاء في حديث بن مسعود أنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله نداً وهو خلقك إذا كان هو الخالق هو الرازق فكيف تجعل مع الله ند نسأل الله السلامة والعافية؟ فأعظم ذنب هو الشرك فيكفي من هذا أن نخاف ونعرف ونبين خطورة الشرك والند هو أخواني وأخواتي هو الشرك أيضاً الشرك لا يغفره الله جل وعلا وهذه مسألة خطيرة جداً الشرك لا يغفره الله جل وعلا إذا رأينا في حال الإنسان من ذنوب ومعاصي يفعل الكبائر على عظمها وخطورتها لكن الشرك أعظم لماذا؟ لأن هذه المعاصي مهما عظمت زنا وشرب خمر وغيرها من الذنوب والمعاصي العظيمة التي يبغضها الله سبحانه وتعالى إن مات الإنسان وهو لم يتب فهو تحت مشيئة الله عند أهل السنة والجماعة إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه بعمله وهذا من كمال عدله سبحانه وتعالى وفضله ورحمته على عباده أما الشرك فهناك آية صريحة تبين لنا أن الله لا يغفره أي واحد يشرك به سبحانه وتعالى تأملوا معي هذه الآية يقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي شيء دون الشرك ولو كانت من كبائر الذنوب فإن الله قد يغفرها أما الشرك فإن الله لا يغفره لأنه الذنب العظيم الذي يبغضه الله جل وعلا ويكفي أيضا بهذا خطورة من هذا الأمر وهو الشرك بالله جل وعلا خطورة الشرك كما ذكرنا لكم قبل قليل الشرك أعظم الذنوب عند الله تعالى وأشنعها على الإطلاق وأيضا أن الشرك لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه تأملوا كلمة لمن مات عليه فلو كان هناك مشرك لكنه تاب قبل أن يموت فإن الله يغفر له والإسلام يجب ما قبله يجب ما قبله يعني يكفر الله عنه كل ما مضى بل يبدل سيئاته حسناته وهذا من فضل الله سبحانه أما من مات على الشرك فهو يقع في هذه الخطورة أن الله لا يغفر ألا الشرك الذي وقع فيه نسأل الله السلامة والعافية هذا نشاط أقارن بين من وقع في الشرك الأكبر ومن وقع في الشرك الأصغر كما مر معنا في درسنا الماضي في الكفر هذه المقارنة تأملوا معي هذه المقارنة مجال المقارنة بقاؤه في الإسلام أما بالنسبة للشرك الأكبر ما رأيكم إذا فعل شرك أكبر هل يبقى في الإسلام نعم أحسنتم يخرج منه مباشرة إذا فعل هذا الشرك الأكبر نسأل الله السلامة والعافية طيب الشرك الأصغر يا سلام لا يخرج من الإسلام لا يخرج من الإسلام إنما هذا الفعل الذي فعله خطير ولا يقبل لا يقبل الله شركه الأصغر فإن الله لا يقبله سبحانه وتعالى كما سيأتي بعد قليل مآله يوم القيامة ما رأيكم؟ ما هو مآله في النار يوم القيامة؟ صاحب الشرك الأكبر نعوذ بالله من النار هو مخلد فيها مخلد في النار بسبب شركه نسأل الله السلام والعافية الأكبر طيب صاحب الشرك الأصغر يا سلام ليس مخلد في النار ليس مخلد في النار فهو يبقى فيه من الإسلام الذي يخرجه من النار ويدخله الجنة وأما الأعمال التي عملها في الدنيا فأن صاحب الشرك الأكبر نسأل الله العافية تحبط جميع أعماله إذا مات على الشرك الأكبر فإن كل عمل يعمله يحبط نسأل الله السلامة والعافية وأما صاحب الشرك الأصغر فإنها لا تحبط أعماله جميعا إنما عمله الذي وقع فيه الشرك الأصغر هو الذي بسبب هذا الشرك الأصغر يحبط هذا العمل الذي وقع فيه الشرك الأصغر بهذا نكون بحمد الله وتوفيقه قد انتهينا من درسنا لهذا اليوم نسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والسداد ونراكم بإذن الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته